السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدالس بور مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن خلطنا جيناكم اليوم فيديو فيديو تحت جمال بالماضي فيديو يتكلم اليوم افريكا فوت تكلمت على لسان لذا تفوت تكلموا انه جمال بالماضي تحت مجهر فريق نادي فرنسي نادي فرنسي هذا نادي عريق في فرنسا نادي يحبه بثاف الجزائريين اللي عايشين اللي هناك في فرنسا راح تسمع معانا شكون هذا النادي اللي راح يحوز على خدمات جمال بالماضي جمال بالماضي اللي قلنا عندنا عام ونصف او عام او احداشن الشهر من اللي قلتها قلت لو جمال بالماضي يكملوا عليه هاقدر البلطوات ويروح من جزائر راح تشوفوا الاندية اللي راح تتهافت عليه ولا المنتخبات الوطنية اللي هتتهافت عليه اليوم جمال بالماضي راح تحت المجهر من فريق اولمبيك مارسيليا فريقه السابق جمال بالماضي اولمبيك مارسيليا تنتظر بفارغ الصبر هم 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 أولمبيك مرسيلي إدارة تنتظر بفارغ الصبر استقالة جمال بالماضي باش تاخد خدمات هذه المدرب المدرب المحمد كنا نقول طروف كاس إفريقيا في أدغال إفريقيا ما هو الشيب السهل رابع أحسن مدرب في العالم ما هو الشيب السهل 35 مباراة يوضاهي إيطاليا خلاها تطلق عسنا ما هو الشيب السهل 6 مبارايات إنهزام في 6 سنوات ما هو الشيب السهل كل شي هذا خلا أعين مرسيليا تطلع عليه من البعيد وتسنى غير وكتى يستقيل حتى في العنوان كتبت كتبت عنوان كتبت عنوان بعد قدم ونصف خارج الفريق الجزائري يرى جمال بالماضي أن اسمه مرتبط باسم مرسيليا خالتنا كيرا الناس ما تغلطش في هذا المدرب قلنا لكم باللي لما يروح من الجزائر يتهتفوا عليه عدة فرق هذه بانت غير مرسيليا ويبدأوا الفرق الكبرى بسمى المنتخبات الكبرى سنوبرك سنوبرك نحن نتمنى جمال بالماضي لو يعرفوا قيمته يخلوه هنا في الجزائري كم مركز العالم يبدأت مرسيليا وكي تضغط هي الأولى اللي يمشي موحال راهي تتكلم معاه وراهي تتمنى باش يمد الاستيقالة دياله عكس تيار للجمهور أغلب الجمهور ما نقولش كل جمهور عكس تيار للجمهور الجزائري أغلبوا لراهوا حاب يريع على عالد الفنية للمنتخب الوطني ونحن كذلك هنا جاء بعد قدم هنا هنا تكلموا على قاتوزو أنه خفق وخاصة في الجولة 22 بريست أمام بريست بواحد مقابل سفر الإدارة إدارة إدارة لوان أولمبيك مارسيليا راح توقيل هذا المدرب حطت مدرب ليكالفيكورديفور ليستقال في الدور الأول حطتوا يكمل هذا المشوار دياله وتع هذه البطولة واشقعت فيها لكن بعدها الأعين كلها متوجهة إلى جمال بالماضي لما كتبوا بعد قدمه نصف خارج الفريق الجزائري يرى جمال بالماضي اسمه مرتبط باسم مارسيليا بعد أن أضعف حض مارسيليا السيئة للغاية لم ينجح المدرب غاتوزو من الكثير من الكثير من الهزيمة يوم الأحد في بريست واحد مقابل سفر من اليوم الثاني والعشرين يعني يضع الجولة 22 في الواقع سيتم إقالة المدرب الإيطالي من قبل طاقم مارسيليا لخلافته سيتم تعيين المدرب السابق لفريق ساحل العاج الذي استقال في منتصف في منتصف بطولة كأس أمم إفريقيا هنا تكلموا كما تكلمتلكم راحيدي بانيو بهذا كوديفوار لكن سمعوا الآن كيف كتبوا في العنوان بالماضي الملف الشخصي الميتالي بالنسبة للموسم المقبل لدى المدريين الفنيين لأولمبيان فكرة دقيقة عن الملف الشخصي المدرب الميتالي اللي تولي يبحث بابلو لوجاريو وأتباعه عن مدرب دو شخصية يتقن اللغة الأولى وسيكون يتقن اللغة الأولى يعني الفرنسية وفقا لأخطاء نيس وباريس سنجرما قادرة على حصول على نتائج فورية اسم كريستوفور جاليتي هذا المدرب السابق لفريق جيرمان والمتمركز حاليا في نادي الديحيل في قطر يظهر ميران وتكرارا في الصحافة الفرنسية هذا واحد سنجرما بعد تكلمت الفرنسية الفرنسية سنجرما وفقا 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 الوليمبيك مارسيلي سنجرما يجرما 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 الفرنسية وفقا يجرما 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 هنا تكلمت الفرنسية 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 حول الظروف المالية التي ترى يرى العاطل عن فاب في خلاف الاتحاد القدم على سكان فيلودروم يجب أن الفن البالغ يتناسب يتناسب رسميا اسمه يخترح تماما مع معايير نادي نادي خانيير خاصة مع ماضيه كلاعب سابق في نادي مارسيليا السنوات هي 1997 1998 و 2000 و2003 لعب في مارسيليا وفي ضوء الجالية الجزائرية القوية التي تعيش في مارسيليا وبسؤاله عن إمكانية الاندمام لنادي مارسيليا في أكتوبر الماضي يعني تكلموا معها في أكتوبر الماضي لكنه لم يكن حرا حينها هذه المرة يبدو التوقيت متاليا تقريبا ويبقى أن نرى ماذا إن كانت الإدارة ستدرس هذه الطريق حيث نجد هذه الطريق حيث نجد مهديم العاطية شوفوا خاوتنا الناس هنا بانت باللي تكلموا معها في أكتوبر مع جمال بالماضي جمال بالماضي جمال بالماضي ما كانش حر سما ما يكونش رجع لهم كلامه ولا يقول لهم أنه مرتبط لأنه حسوا باللي جمال بالماضي تزعزع شوية العرش لياله لأنه كانت عنده انتقادات لا ديغة من بعض البلاطوات اللي اليوم نزيد ونتحيوا محمد العقاب وزير الاعتصار لضرب يد من حديث نعود أن نقول جمال بالماضي جمال بالماضي اللي كنا نقول لكم يا ناس جمال بالماضي لما يستقيل أو يقال ستقوني غريته هدفوا عليه شوفوا اليوم شكون أولمبيك مارسيليا هو الأول اللي تكلم عليه وكانت تكلم عليه في أكتوبر الماضي سما شوفوا أكتوبر نوفمبر ديسمبر جنوبي فيفري عنده وربع شهر من اللي كانوا عينهم على جمال بالماضي حنا يا نتمنى جمال بالماضي يكملنا كوب ديموند خالتنا كيرا والله العظيم أريد أن نعرف هذا رأيي هذا رأيي لما نقول هذا رأيي ما تبونا ما أنت رأيك ما رأيك ما رأيك أنا رأيي رأيي حب ولي في اختلاف رحمة هذه هي أنا رأيي رأيي حاب يكمل كوب ديموند من بعد يروح لحب المارسيليا ولا يحب يروح لإيطاليا ولا يحب يروح للإنكليترا وين يحب يروح يروح حنا لكن اللوام عندها خيار آخر وهي مدى بها جمال بالماضي يحب بس مع الاتحاد الجزائري ومع الفريق الوطني باش يجيب هاد الناخب اللي راهي أعيهم كثيرة تابع فيه وشفه ومليح لما يصدر لو جمال بالماضي يكمل مع الفريق الوطني إن شاء الله رأيه وكمل لو لم يكملش وشافوا بالاستقالة دياله بس لو يخدموا بروفيسيونال مشي هو مازال مفراهاش يصدموا له ويقولوا له أرواح يبدوا يتفاوضوا معه هادو سيدي بروفيسيونال يسنوكتا يخلاص العقد يعرفوا بالاستقال ولا أقيل تبدأ النخب الأندية خاصة من السعودية كلهم على جمال بالماضي لأنه حبينا ولكرهنا بكل بساطة أرابع أحسن مدرب في العالم ست مباريات في ست سنوات في دل المشاكل اللي كانت على بلاطوات وانتقادات جمال بالماضي بقى شادو هكاك ومخسرش في التصفيات كاس العالم عندنا ست نقاط جاب داب خارج ديار وداخل ديار خلاها لهم كيما يقولكم فرشا كاس إفريقيا أكوشتو كيفاش خرجنا بالضغوطات أربعة أشهر ويا ضغوطات من بلاطوات وزيد الظار اللي ما شفش فينا قاع الكاف ضدنا في كل شيء وغير ذلك بلما ندخلوا في التفاصيل اليوم جمال بالماضي اللي كانوا وكاينوا واحد تعليقات بتنشوفهم قال لك وراهم الانديالي وراهم البلدان والنخب لحوص على جمال بالماضي ترية قليلا ستنداهشون لما جمال بالماضي حتى قلنا إن شاء الله يكمل مع الفريق الوطني حتى كاس العالم ويروح لكن لو راح ستنداهشون على النخب والانديالي راح طيح عليه لأنه بكل بساطة مدرب كبير ويسحق الهدوء والأرضية الجميلة التم تشوفوه جمال بالماضي والعام الديالي اللي كان يلقب بالناقس تاكتيكيا أو المفلس هذا هو الخبر لدينا اليوم نتمنى حاجة أخواتناك يا رب إن شاء الله يا ربي جمال بالماضي يكمل مع الفريق الوطني هذا هو خبر هذا هو خبر هذا هو خبر شخصي شخصي تحب تنتقدني انتقدني بالانتقاد بالناقس لا تقول لي كلام هذا كلام تحديث عن الشارع رق كبير لا تسبوش الناس رق كبار هذا رأي انتك تقول لي ما نحبش بالماضي نسبك يا خي ما نسبك أنا مدبية يكمل كوبديمون كما بزاف من الجمهور الرياضي اللي يحب جمال بالماضي يكمل كوبديمون هذا ما كان خوتنا هذا رأيي إن شاء الله يكمل كوبديمون عريق كبير أو منتخب كبير ويبررنا حنة يديه لتمها تشوفوا الهدوء وشي يعمل في هذا المدرب الكبير شكرا لكم تابعونا وقالات عبدالسبور وخير لبلادنا وخير الفريق الوطني وخير لرياضة الجزائرية سلام